بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمد نواف النعم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مبرأة من الشك والتهم وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله سيد العرب والعجم صلى الله عليه وسلم على آله وأصحابه وأزواجه وزرية وأمة أفضل أمم أهلا بيكم في قناتكم فوائد النورانية الروحانية المجربة مستعنين بالله سبحانه وتعالى ثم بكتابه العظيم القرآن الكريم وبأسماء الحسن العظيم إذا قدر الله وشاء واستفدت من هذه الفائدة الكريمة فضلا وليس أمرا أسألك الدعاء والاشتراك في القناة وكومنت وليك وشير ليسلك كل فائدة جديدة مجربة بإذن الله تعالى وأذكر نفسي وأذكركم بطقوى الله عز وجل والصدق والبساطة وبحسن الاعتقاد برب العباد يحصل المراد فإلى فائدة اليوم نبدأ على بركة الله عنوان فائدتنا إن شاء الله النهاردة كالآتي صورة قصيرة إذا قرأتها في جوف الليل تفتح لك الأرزاق في الصباح طبعا بإذن الله رب العالمين عشان كلامنا يبقى واضح ما فيش حاجة بتتم إلا بإذن الله رب العالمين الله الأول والآخر الله الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية عشان كلامنا يبقى واضح كل شيء بأمرنا ده عنوان فائدتنا إن شاء الله النهاردة هذه الضرة الكريمة العظيمة هي من الضر النظيم في خواص القرآن العظيم وهي إن شاء الله من عمل بها بقلب خاشع ويقين تام بالإجابة من الله سبحانه وتعالى وداوم عليها كانت لها تأثير عظيم في فتح الأرزاق بإذن الله من مال من زواج من قضاء حاجة كما تعودنا مع بعضنا أكتب معي خطوات هذه الضرة النفيسة القرآنية خطوة بخطوة وهي تعمل في أي يوم أول الشعر العربي في آخر الشعر العربي في أي يوم شئت بس في جوف الليل والمستحب بعد الساعة إثناشر ليلا من أي يوم شئت وهنيئا لمن داوم عليها أولاً أولاً إخراج صدقاء بقدر ما تستطيع لا يكلف الله نفساً إلا وسعها على قدر استطعتك ثم صلاة رقعتين لله تعالى بنية قضاء حاجتك اللي أنت ضامر عليها وأنت متطيب بالطيب وفي مكان منعزل عن أهل بيتك ثم الاستخفار استغفر الله العلي العظيم الحي القيوم لظلمي وجرمي وأتوب إليه كان مرة يا أبو محمد سبع مرات فقط ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي على سيدنا محمد سيد الطائعين كان مرة يا أبو محمد سبع مرات ثم ذكر اسم الله بيعن دا يا رحمن كم مرة يا أبو محمد 298 مرة 298 مرة بسر قوة عدده ثم جاء دور الصورة العظيمة اللي عليها مدار العمل قرأت الصورة الشريفة هي عروس القرآن الكريم هي صورة الرحمن ثلاث مرات ثم هذا الدعاء المبارك القصير المخصص لهذا الأمر واحد مرة ضروري يا حضرات الدعاء دايما بأكد الدعاء في طلبك أنت عملت كل ده الدعاء هو اللي في طلبك ما تهملول الدعاء بيقول بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا رحمن يا رحيم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه أسألك باسمك الأعظم وبحق صورة الرحمن الشريفة أن تفتح لي أبواب رزقك الواسع وأن تقضي حاجتي وأن تكفيني شر خلقك اللهم ارزقني من حيث لا أحتسب واجعلني من عبادك الصالحين يا رب العالمين يا من وسعت رحمتك كل شيء يا من وسعت رحمتك كل شيء أسألك باسمك الرحمن وبنور صورة الرحمن أن تيسر لي أمري وأن تحقق لي ما أرجو وتقضي حاجتي وهي كذا هنا تسمي حكتك إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم توكلوا على الله واختنموا هذه الدر الكريمة العظيمة النفيسة الشريفة الدر القرآنية وعملوا بها بقلب خاشع ونية سليمة وتكون ميق بالإجابة من الله سبحانه وتعالى فهي إن شاء الله لها تأثير عظيم في هذا المضار وإلى لقاء آخر إن شاء الله مع فائدة جديدة مجربة التواصل معي على الوصف للكشف والعلاج الروحاني فقط وليس للتعارف أو الدردشة أو الاسفصار من يريد الاستفصار عن شيء على عيني ورسي يستفسر في القناة على الفيديو اللي هو عايز يستفسر عنه عشان ميجيش على ويستفسر عن فيديو تاني ويشتتني ويشتت نفسه ويضيع وقت على نفسه وعلي وعلى زميله اللي عايزين العلم اللي عايز يستفسر يستفسر في القناة على الفيديو اللي هو أعيد وبإذن الله أجوبه بإذن الله التواصل من عشر صباحا إلى تمانية مساء يوميا معدى الجمعة وفي أمن الله وحفظه ورعيته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته